السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله دلوقتي في الفيديو ده هنبدأ نشرح حاجة كده اه جزئية في مسألة البنكرز الالجوريزم اه دلوقتي كان فيه تكلمنا عن البنكرز الالجوريزم وبيتحل ازاي وعرفنا الطرق اللي هنمشي عليها وحلينا عليها مثال وطلعنا السيكونس ده تمام وهي المسألة اللي في المحاضرة طيب بعد كده فيه عندي جزء بيقول اللي هو كاري كويست كزا فور اه البي فور تمام الارقام دي طبعا هي عدد الانستانس بتاع البروسيز اللي عندنا فدلوقتي لما يقول لي كده مثلا ايه الحل بتاعه اول حاجة انا ببدأ اشوف هو طالب ده من اين اللي من بي فور طيب ده ده بيموسل لنا ايه عدد الانستانس من كل ايه من كل ريسورس فهو دلوقتي طالب تلاتة او كان يقدر يريكويست تلاتة من ايه وتلاتة من بي وزيرو من سي طيب بنبدأ نعمل ايه بنعمل تلات حاجات عندنا الالوكيشن تمام بجمع دول على الالوكيشن فهنا زيرو بلاس تلاتة تلاتة وزيرو بلاس تلاتة تلاتة واثنين بلاس زيرو هي الاتنين طيب بما ان انا جمعت الكلام ده على الالوكيشن تمام فانا طبيعي ان انا هتراحه من النيد لان النيد هتتغير لان هي النيد اصلا هي عبارة عن ايه عبارة عن طرح الماكس من الالوكيشن هي دي الحتة اللي ما ولتهاش في الفيديو بتاعها بتاع chapter 7 part 4 فأنا طالما زودتم على allocation فطبيعي لو calculate the need من جديد فبcalculate the need ازاي بقول ان 4-3 1 4-3 1 3-3 0 3 3-2 allocation يبقى كام يبقى 1 فدلوقتي ده ال need الجديد فطبيعي يعني الاسرع كمان ان احنا بنقول ايه بنقول ان انا بضيفهم على allocation وبطرحهم من need تمام فانا لو طرحت 4-3 1 تمام فلو طرحت 4-3 1 و 3-3 0 و 3 الادم كان كام الادم كان 1 1-0 هيبقى كام هيبقى 1 تمام كده طيب وهطرحهم برضو من ايه من ال available لان كده كده استغلاء دي متاهم فلما تترحهم من ال available هيبقى 3-3 0 بقى بسرعة 0 و 3-3 0 برضو و 2-0 2 وهبدأ امش بقى نفس الخطوات اللي كنت بممشيها في الخطوات العادية خالص نبقى ابدأ امشي على process 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 تمام واشوف ال need بتاعها وال available فهمش على process zero ال need محتاجة سبعة من ايه طب انا available cam zero من ايه فمش هدخل على ايه على الايه او او process zero مش هتتنفز وال ايه تبدأ تجنب ليه ال process اللي بعدها هيبقى process one محتاجة كام محتاجة واحد من ايه تمام ومحتاجة ويه معها كام من اه من ايه زيرو فمش هينفع طيب نيجي عندنا ال process اتنين ال process اتنين محتاجة ستة من ايه وانا available zero طيب نيجي ال process ثلاثة محتاجة كام من ايه محتاجة zero وانا معايا zero اوكي طيب نخش على ال b بقى محتاجة كام من b واحد ويه ال available zero فمش هينفع هبدأ هدخل على ايه process four process four محتاجة اا محتاجة اا واحد تمام وانا available cam available zero فمفيش ولا process عندنا هتتنفز في الحالة دي بنقل ايه بنقول ايه بنقول ان السيستم عندنا ايه ان unsafe state يعني مفيش ولا process ايه اشترط فانا بالتالي هقول له ايه هرفيوز ال request ده لان هو هيقدي الى ايه هيقدي الى طيب هو دلوقت هي المسال التانية بقى بقى نفس الكلام بقى request الكلام ده من process zero فهعمل نفس الخطوات طبعا هرجع الارقام هرجع الارقام للاصل بتاعه يعني هنا اا كل حاجة هترجع تاني تمام وهبدأ اشتغل الشغل من اول وجديد خالص طيب اا قال لي كام zero اتنين زيرو فهبدأ هروح جماعهم على زيرو 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 واحد واثنين تلاتة وزيرو وزيرو زيرو تمام كده وهروح طريحهم من النيد سبع مينس زيرو سبع طيب اربع مينس اتنين اتنين تلاتة مينس زيرو كام تلاتة طيب وهروح طريحهم برضو منين من تلاتة مينس زيرو تلاتة وتلاتة مينس اتنين واحد واتنين مينس زيرو كام اتنين وهبدأ اشتغل نفس الشغل الطبيعي بتاعنا خالص اللي هو ايه همشي على process process ولو لقيت process واحدة ما دخلتش هقول له ازا ده في طيب بس في المسال ده هلاقيهم ايه هلاقي ان كل process اشتغلت فهقول له ازا ده في وهاقول له اكسبت ايه هقول له اكسبت ال request ده تمام كده اه ربك كون الجزئة دي واضحت والفيديو هناك هي الفكرة في ان طبيعي بكالكيوليت من اول وجديد ما كنتش لازم اقولها بس حبنا نوضحها في فيديو تاني عشان ما حصلش لغباتة للناس وربنا يوفنا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته